يمر العراق بموسم جفاف هو الأسوأ منذ 92 عاما مع انحسار في الأمطار ومنسيب الأنهار لذلك تكاثف السلطات حفر الآبار واستخراج المياه الجوفية من الأرض ليجد المزارعون ما يرون به محاصيلهم تركز العمل بما يخص دائرتنا بحفر آبار في المناطق الزراعية التي سابقا كانت تروح عن طريق الأنهار والجداول التي تعرضت للشحة المائية وبالتالي تعرضت بساتين والحيوانات الموجودة في المناطق إلى الخطر وأعلنت وزارة الموارد المائية العراقية عن خطة لاستخدام المياه الجوفية في ست محافظات لأغراض الزراعة وخلال النصف الأول من العام 2022 حفرت حوالي 500 بئر لكن بهدف منع استغلال المياه الجوفية بشكل متزايد تمنع السلطات حفر الآبار بطرق غير قانونية هذه الآبار هي حقيقة ما تغطي الزراعية لأنها تستخدم للزراعة لأن انتاجياتها قليلة تستخدم كما أسلفنا لإرواء الحيوانات ولسق البساتين وتمثل الزراعة نسبة 20% من الوظائف في العراق وثاني مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط ويتسبب بالتغير المناخي واستجابة السلطات غير الكافية له باضطرابات اجتماعية ونزوح وتظاهر السكان أحيانا في جنوب البلاد لمطالبة السلطات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لإرغام تركيا على زيادة تدفق المياه من سدودها نحن الآن نزل الآبار نسبة الملوحة بالآبار عالة جدا وما تصلح للزراعة هذه وهذه مثبت عدهم مثبت عدهم في مديرية الآبار أنا ما شاهدوا قالوا هذه منطقتكم ما تصلح للزراعة المياه الجوفية المياه مالحة جدا ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تأثرا بالتغير المناخي بحسب الأمم المتحدة فهو يواجه ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة ونقصا في المياه ترجمة نانسي قنقر